تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حافظه الله رسالة شكر وتقدير من السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان السابق عرب فيها عن خالص شكره على التعاون والحفاوة الذين حاضي بهما من لدن سموه وحكومة مملكة البحرين أثناء فترة عمله كرئيس للوزراء في بلاده وأشار إلى أنه خلال زيارته لمملكة البحرين في أغسطس من عام 2013 كأول رئيس وزراء ياباني يزور المملكة تشرف بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتبادل مع سموه آراءه حول تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل متمر مبينا أنه حضي خلال الزيارة بحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب من حكومة مملكة البحرين وأن ذلك سوف يبقى في ذاكرته ولن ينسى وأعرب عن عميق تقديره للجهود التي بدلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي أسهمت في تقدم مملكة البحرين والاستقرار المنطقة والمجتمع الدولي متمنيا لسموه منفور الصحة والنجاح ولمملكة البحرين استمرار التقدم والزهار وأكد شينزو أبي أنه على ثقة تامة بأن العلاقات بين البلدين سوف تتطور وتنمو أكثر في المستقبل وأنه سيواصل بذل كل جهد لتحقيق المزيد من التقدم في علاقات الصداقة بين البلدين وقال إنه بينما واجه المجتمع الدولي قضايا جديدة فإنه بدل ما في وسعه كرئيس للوزراء من أجل تعزيز القيم العالمية كالسلام والازدهار في المجتمع الدولي والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون وعمل على الدفع بمبدأ السلام الإيجابي سنادا إلى مبادئه التعاون الدولي